من اول استعمال تفتيح البشرة وتوحيد اللون وكمان ازالة التسبغات والبقع والكلف وتوحيد لون بشرتك تفلتر بشرتك 180 درجة هتخلي البشرة ملمسها ناعم جدا زي ملمس البيبهات ده كمان هتخلي بشرتك بدر البدور من الحاجات الحلوة اوي السهلة البسيطة بيمكونين اتنين بس هتخلي بشرتك تحفة تفتيح ونضارة وتوحيد لون ده كمان ازالة التسبغات والبقع والكلف وكمان هتخلي البشرة زي الاشتاء ما تنسيش تعمل اللايك وشير الفيديو لصحابك علشان يستفادوا واشترك معايا في القناة وقول لي بتتبعيني من اي بلد وصلي على النبي في الكومنتات وما تنسيش تفعلي الجرس يلا بينا نشوف الوصفة الامر دي هحتاج معايا وحدة بطاطس صغيرة او حجم متوسط على حسب الكمية اللي انت هتعمل لها وهتقشريها وتكون غسلها كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيها اي تينا او اي اتربة عشان هنحطها على البشرة اهم حاجة هنبدأ ان قطعها قطع صغيرة جدا مكعبات كده صغيرة عشان تسهل عليك في السوى وتبقى سهلة جدا انا هقطع عن البطاطسية بتاعت الصغانونة دي مكعبات كده زي ما انتوا شايفين البطاطس من الحاجات الجميلة جدا اللي بتوحد لون البشرة وبتفتح التسبغات والبقع والكلف والنمش ومليانة بالفيتامينات اللي هتفيد بشرتك جدا وكمان هتفيد بشرتك كويس جدا ده بير ان كمان هتوحد اللون وهتشيل اي تسبغات زي ما قلتلكم واسر الحبوب واسر الشمس وكل حاجة ممكن تتخيليها لان البطاطس قوية جدا في التفتيح وكمان لو عندنا هالات سودا هتخلي البشرة تحفى من غير هالات سودا انا اطعطها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين هنا هبدأ ان انا اسلقها هضفها في اي حاجة اسخن فيها فيها كوباية مية من الحنفية وابدأي ديفي فيها مكعبات البطاطس هنا هبدأ ان انا اسلقها هضفها على النار لمدة 10 دقايق تغلي كويس جدا والمهم ان يكون البطاطس معي كتارية بعد ما تكون استوت علشان خاطر تعرفي تدربيها بالهند بلندر او بالخلاط فانا رفعتها على النار وخدت معي حوالي ربع ساعة في الغليان لحد ما باقت معي مستوية هنا بقى هبدأ ان انا اصفيها زي ما انتوا شايفين انا طبعا هحتاج المية بتاعة البطاطس وهحتاج البطاطس فهنا انا صفتها والمية هنا انا هحتاجها طبعا مش هرميها بصوا شكلها عاملة ازاي هنا بقى هجيب معي كوباية تانية وهبدأ اضيف فيها قطع البطاطس بتاعت وهي صفنة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما تستنيش انها تبرد علشان خاطر تتدرب وتتحن معاكي بكل سهولة وتبقى كريمة نعمة خالص اضيفة على البطاطس معلقة من مية البطاطس اللي احنا كنا غالينها علشان خاطر ابدأ ان انا اضرب البطاطس بتاعتي كده بالهند بلندر وتتحن معاكي بكل سهولة ما تقطريش هي معلقة واحدة بس وهبدأ ان انا اضربهم كويس قوي لحد ما يبقى معاكي ناعم خالص وبس كده هنا نعمة معايا زي ما انتوا شايفين اهم حاجة تتأكد انها نعمة وباقت كريمة كده سهلة جدا في الفرد شايفين بقت عاملة ازاي ريحتها وقوامها تحفى بجد هنا بقى هبدأ ان انا انزل كل اللي في الهند بلندر كده علشان طبعا ما هتضرش الوصفة معايا بصوا بقى القوام بتاحها بقى ناعمة عاملة ازاي بجد تحفى جدا جدا وباقت ما فيهاش اي تكتلات خفيفة جدا جدا بصوا بقيت ناعمة ازاي جميلة جدا هنا بقى هجيب معايا بولة تانية وهبدأ ان انا افض نص الكمية انا هنا هاخد نص الكمية وهسيب النص الكمية التاني هقولكو هنعمل بايه بصوا شكلها عاملة ازاي خطيرة ونعمة جدا هو ده اللي انا عايزاه انه يكون القوام بتاحها المزبوط هنا هضيف معايا معلقة صويرة جدا من الكركم يفضل انه يكون كركم بدون الوان علشان خاطر ما يتبعش على البشرة ولله عايزة كركم من غير الوان استناعية يكون كركم خام ده يفضل اكتر علشان خاطر ما يبقى لما تجي تحطيه على وشك او جسمك ما يتبعش اللون ويبقى اصفر تمام كده وهقلب بقى كويس اوي الكركم بقى فايدته حاجات كتير جدا بجد من الحاجات اللي بتوحد لون البشرة بتصف البشرة جدا بتخلي البشرة تفتيح وموحد وكمان بيشيل كل التسبقات لو عندنا اثر حبوب بجد كركم رهيب هنا هبدأ اجيب معايا لمون هاخد حوالي يعني نص لمونة ممكن تضيفي عشر نقط من لمون لو انت بشرتك حساسة انا من نسبالي هتحط حوالي عشر نقط من اللمون علشان خاطر بس ما يعمليش حساسية الناس اللي عندها حساسية من لمون يا جماعة ضيفي عشر نقط ما تقطريش عن كده مش تحطي نص اللمونة كلها لا ضيفي عشر نقط ويفضل كمان ان اي بشرة حساسة او مش حساسة دي في عشر نقط من اللمون فقط ما تحطيش نص اللمونة عشان ما يبقاش كتير على البشرة وبكده اول مصك بتاعنا الامر بصوا عامل ازاي سهل جدا 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 بمكونين اتنين بس مش اكتر من كده نيجي بقى للكمية التانية بصوا هفضيها بقى في طبق علشان تبقى سهلة برضو معنا وتشوفوا المكونات الاضافية فيها وكل دي مكونات بسيطة جدا 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 غير لنتجتها تحفى هنا هفضي بقى الكمية بصوا جمالها انا عايزة بجد اوريكي كمية الدعومة اللي في المصك خطير ناعم جدا هضيف هنا معلقة من الزبادي او الياغرد وده من الحاجات اللي بترتب البشرة جدا 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 كمان بيفتح البشرة جدا ده غير انه كمان بيقلل المسامات الوسعة بينظف المسامات الوسعة بيرطب البشرة بينظفها بجد حلوة اوي الزبادي تمام كده قال بيهم بقى كويس اوي لحد ما يبقى ناعم خالص وتحس ان الزبادي اختفى كده معاك في الوصفة وده قوامها بصوا جميلة ازاي هبدأ برضو هعصر حوالي عشر نقط من اللمون طب انا ينفع استخدم الوصفتين او ممكن تستخدم الوصفتين عادي جدا ممكن دي مرة ودي مرة ممكن تعملي الكمية وتشليها في التلاجة تستخدمي دي مرة ودي مرة بجد حلوين اوي 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 بصوا القوام بقى بتاحها بعد ما حطينا اللمون مكونات سهلة جدا وخفيفة جدا جدا وكمان ناتجتها روعة بجد تحفة تعالوا نجربهم مع بعض بصوا النعومة بصوا الجميل انا حاولت اورها لكوا عن قرب بجد قدقي نعمة قدقي جميلة قدقي ناتجتها حلوة اوي قدقي مكوناتها خفيفة وسهلة وبسيطة جدا جدا كل اللي احنا هنعمله بقى في طريقة استخدامها سهل اوي اهم حاجة نكون غسلين وشينها كويس جدا جدا ما يكونش فيها اي اطربة يكون البشرة نجيفة متهيئة للمسك بتاعنا وهبدأ ان انا افرد المسك ده على بشرة كاملة ممكن كمان استخدم المسك في الجسم لو انت حابة تستخدميه في منطقة الاندر ارمو منطقة البكيني اي مكان فيه غمقان بس اللي هي بالكركم احسن بكتير للاماكن الحساسة انما اللي هي بالزبادي دي جميلة وخفيفة على البشرة تعالوا نجربهم ونشوف كواهم على اليد بصوا نعمة ازاي خطيرة كل اللي انت هتعمليه هتفرديها على بشرة نظيفة وتسيبيها تنشف لمدة ربع ساعة ونصف ساعة وابدأي افركيها كل ما تفركي كل ما هتكون البشرة نعمة كل ما هيكون البشرة ما فيهاش اي جلد ميت هتنظف البشرة جدا هتفتح البشرة واحد اللون بجد حلو قوي واللي بذكركم جميلة قوي 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 ممكن تستخدميها للوش وتستخدميها للجسم بجد نتجتها مية في المية مضمونة افرجيها على بشرة كاملة وابدأي سيبيها تنشف كويس جدا واستخدميها مرتين في الاسبوع يارب يكون عجبتكم واتنسيش تعملوا لايك وباي باي موسيقى